إذا قلت لك اليوم أنني أنا مغربية ومسيحية يمكن يجيك أمري غريب ويمكن تقول ضحك عليك أو غرك بشي حاجة وغير وغيرها من الأمور لكن أنا اليوم هنا باش نقول لك أشترى وأشجرى حتى ولت مسيحية أنا اليوم هنا باش نقول لك علاش خطرت أنني نكون مسيحية قصتي ما بدتش مع المسيحية ولكن بدت مع المسيح قصتي مع المسيح ما كانش مجرد صدفة أو إيماني به كان لأنني سمعت عليه قصتي بدأت منه أنا صغيرة مني كنت صغيرة كنت نحس أنه كانش شي حد اللي عارف علي كل حاجة كنت نحس أنني عنده مهمة وغالية وكنت بغي نعرف شكون هو هذا كان مجرد إحساس لكنني كنت متأكدة من أنه إحساس حقيقي واخا كنت صغيرة واخا ما كنتش نعرف شكون هو مني بديت نكبر كنت بذلك المرة تنفكر في علاقتي مع الله كنت بغي نقرب منه لكنني كنت ممتأكدش أن الطريقة اللي سنعملت تتقربني منه دي ما كان عندي شك شك فصلاتي فصومي وكنت بغي نعرفه وش هما مقبولين عند الله داست اليوم وجاتني فرصة أني نتعرف على حياة المسيحة والمسيحية كنت نظن وقتها أنه من حقي نعرف شكون هو المسيح لكن المسيحية إلا فقررت أنني نعرف شكون هو المسيح نقول لك هذه الفرصة ما كانش على طريق شي حد تكلمني ولكن كانت من خلال إعلام صغير في مجال للقيتها أنا وكانت عن طريق دروس بالمرسلة لهذا كان خاصني أن ناخد قرار أنه ناس ترسلني باش تبعث لي دروس عن حياة المسيح والقرار اللي خديت ما كانش قرار ساهل لأنني واجهت صعوبات عليه لكنني كنت فرحانة به وهكذا بديت نتعرف على المسيح وكنت كل ما تعرفت لي كتر كل ما بغيته كتر أنا قبل كنت نبغي كما بزافت نقول أنهم تبغوا لكن وش فعلنا نتنبغوا أو فقط نقول أننا نتنبغوا وإذا كنا بالصح تنبغوا واش تنعرفوه بعدا؟ وإذا ما كناش تنعرفوهم زيان فكيفاش ممكن نقولوا أننا نتنبغوا مني بديت ندرس في حياة المسيح لقيت راسي ما سنعرف عليه هوالو قبل أنا كنت نآمن باللي سمعته أنه كان رسول أنه تولد من عضرة لكن ما كنتش نعرف شكون هو وعلش هو جا واش هو جا غيل باش يوصل لنا رسالة من الله وصافي قبله كتار جاو باش يوصلوا رسائل وقاش الفرق بينهم وبينه لقيت راسي أنني بغي نتعرف عليه كتر بصراحة حياة المسيح اللي بديت نتعرف عليها شفت فيها بزفت الحوية جدد ما كنش نعرفهم من قبل فيها معجزات هو قام بيها فيها تضحية تضحية؟ واش هو بعدها؟ فعلا قام بشي تضحية؟ وعلش هالتضحية؟ وعلش غدي قوم بيها؟ على قبلي أنا؟ واش كون أنا بعدها؟ باش هو يضحي على قبلي؟ واش أنا مهم ما عنده لها الدرجة حتى يضحي على قبلي؟ وعلش؟ أفكار جديدة بدت تدخل في حياتي كنت قبل ما تنصدقهاش كلمة جديدة بدت نتعرف عليها كنت نسمعها لكن ما كنتش نعرف معناها حياة جديدة بدت تتبلي قدامي قيت راسي قدام اللي تعلمته على المسيح قبل وباللي واللي تنعرف عليه قيت راسي حيرة باللي قلبتي قلية وباللي ما تقلية كان خاصني أن أخذ قرار لكن هاد المرة كان قرار مصيري ما كاش سهل علي أنني بحدي أن أخذ القرار لكن رجعت وتفكرت أنني من وأنا صغيرة كنت نحس أنني مهمة عند شي حد وأنا لقيت راسي أنني مهمة عند المسيح يعني إحساسي ما كانش غير هكا لكن كان إحساس حقيقي القرار ما أخذتوش بالزربعة لأنه كان خاصني نبحث ونعرف شكون هو المسيح نعرف آش أعمل المسيح ونآمن بكل معم المسيح ومني آمنت وليت مسيحية لأن المسيحية هي تآمن بكل معم المسيح وانت وش عرفت شكون هو المسيح؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة